السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في قناتنا دروس تدعمية لجميع المستويات رح نديكم اليوم حل موضوع اللغة العربية السنة الثانية متوسط لحظة معايا السنة كان الخليفة المأمون مشهورا بالعدل وقد خصص مجلسا للحكم بين المتخاصمين وكلما حكم بين خصمين قضى بينهما بالعدل وأنصف المظلوم ومرة كان في مجلس مجلسه يستمع إلى شكاوى الناس فدخلت امرأة وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فأجابها وعليكم السلام ما حاجتكك فقالت له جئت أشتكي من رجل سلب شردني أنا وأولادي يئست من معاملته لي وهو مهمل تماما لا يشاركني صراء ولا ضراء فقال لها هل ذلك الرجل من قومي لنحضره ونحكم بينهما فقالت له إنه موجود هنا في مجلسكم فقال المأمون هجبا هنا بيننا من هو قولي ولا تخافي فأشارت المرأة إلى العباس بن المأمون فاندهش الحاضرون وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض أما المأمون فأمر ابنه بالوقوف إلى جانب المرأة كي يدافع عن نفسه وقف الخصمان وأخذ يتكلمان بالتناوب فكان العباس كلما تكلم ارتبك وتلعثم لسانه وأخيرا عجز عن الكلام تماما لأنه لم يجد حججا يدافع بها عن نفسه لكن المرأة بقيت تشرح حجتها وتستلسل في كلامها رافعة صوتها فقال لها أحد الحاضرين فهمنا حجتك فاخفذي صوتك ولا تنسي أنك في حضرة أمير المؤمنين العادل وخصمك هو ابنه فقال الخليفة دعها يا أخي فإن الحق أنطقها والباطل أسكت خصمها ثم أمر برد حقوق المرأة ومعاقبة ابنه الأسئلة لحظوا معي النص يمكنكم إيقاف الفيديو وإعادة النص عدة مرات حتى تفهموه جيدا الآن الأسئلة البناء الفكري هات عنوان مناسب للنص السؤال الثاني لم أرتبك ذا عفواً لما ارتبك العباس وتلعثم السؤال الثالث استخلص القيمة المستفادة من هذا النص ثم السؤال الذي بعده اشرح الكلمتين الآتيتين تلعثم سلب هات ضدي الكلمتين الآتيتين الظلم والحقوق ننتقل الآن إلى البناء اللغوي ما نوع النص علل ذلك استخرج من النص أسلوباً إنشائياً حدد نوعه ما النمط الغالب على النص علل استخرج من النص فعلاً مثالاً مثال هو أجواء هو معتل الأول ثم صرفه في الماضي والمضارع مع ضمير هنا مبيناً ما طرأ عليه من تغيير لاحظوا أنكم درستوا فعل أجوف وليس مثال يمكن تغيير سؤال بالفعل الأجوف استخرج من النص اسماً ممدوداً اسماً ممدوداً وحدد أصل الهمزة فيه في النص محسن بديعي استخرجه وبين نوعه إن الحق أنطقها بين نوع الصورة البيانية وشرحها أعرب ما تحته خط في النص لاحظوا معي الصورة إن الحق أنطقها لاحظوا كلمة أنطقها ما الشيء الذي ينطق؟ هل هو الحق؟ هل هذه الصورة حقيقية؟ أم أنها مجاز فقط؟ ركزوا جيداً في نوع الصورة أعلم ما تحته خط في النص الآن الوضعية الإدماجية السياق تعرفت في مقطع عظماء الإنسانية على شخصيات عظيمة من نساء ورجال تركت أثراً كبيراً في التاريخ وقدمت الكثير للبشرية السند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بالنساء خيراً فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم بالنسبة للتعليمة اكتب نصاً توجيهياً من 12 سطراً تتحدث فيه عن مكانة المرأة في حياتك وفي المجتمع داعياً زملائك لاحترامها وتعظيمها والمحافظة على حقوقها لأنها أساس المجتمع موظفاً اسماً ممدوداً فعلاً مضارعاً وجناساً محترماً تصميم النص يعني تصميم النص من يتكون مقدمة العرض والخاتمة بالإضافة إلى علامات الوقف لا تنسوا الفاصلة النقطة علامة استفهام علامة تعجب يعني ما يتطلبه النص فقط الآن لاحظوا التصحيح العنوان المناسب للنص هو الخليفة المأمنون تقدروا تخيروا أي عنوان مناسب للنص له علاقة بالنص تقدروا تقولوا مثلاً عدل الخليفة المأمون إنصاف الخليفة المأمون إلى غير ذلك لكم الاختيار ارتبك العباس وتلعثمة عفواً وتلعثمة لأنه لم يجد ما يدافع به عن نفسه ولأنه كان ظالماً لزوجته هذا بالنسبة للسؤال الثاني جواب السؤال الثاني القيمة المستفادة من هذا النص العظيم من هذا النص العظيم من عظمة أخلاقه وكان سيف العدل سلاحه يعني النص القيمة اللي جبلناها من النص هي أخلاق العظيم أن سيف العدل هو سلاح العظماء يعني يهدر على عدل المأمون اشرح الكلمتين التاليتين تلعثمة تلعثمة أي لم يستطع النطق الصحيح أي عقد لسانه بمعنى أن لسانه لم يستطع النطق الصحيح للكلمات أي عقد لسانه سلب رجل سلب بمعنى رجل سيء هاد ضدي الكلمتين الآتيتين ضد وليس معنى ضد الظلم هو العدل وضد الحقوق هي الواجبات لاحظوا معايا الآن ضد الحقوق هي الواجبات البناء اللغوي نوع النص نفري لماذا؟ لأنه ليس موزونا ولا مقفة لاحظوا معايا النص الموزون والمقفة هو الشعر لما يقول لك نوع النص تخير إما نثري وإما شعر إما نثر أو شعر يقول لك نوع النص ركزه معايا نوع النص نثر أو شعر هنا عنا نثر يقول لك لماذا؟ لأنه الشعر موزون وعنده قافية النثر ليس موزونا وليس مقفة الأسلوب الموجود في النص لاحظوا أنه حوار إذن الأسلوب الموجود في النص هو إنشائي لاحظوا علامة الاستفهام علامة تعجب صيغة الحوار هذا كله ينتمي إلى الأسلوب الإنشائي لما يقول لك أسلوب أنشائي أو خبري نوع النص نفري أو شعري لما يقول لك الأسلوب تخير إنشائي أو خبري نوعه غير طالبي لأنه كاين أسلوب استفهام صيغته صيغة الاستفهام فيه طالبية وكاين غير طالبي هنا غير طالبي في هذا السؤال النمط النص النمط الغالب على النص يعني وشوه نمط النمط تقدر يكون حواري حيجاجي عنه سردي وصفي إلى غير ذلك لكن النص اللي قريناه اليوم هو النص النص النمط الحواري لماذا؟ لأنه وجود أطراف يتحوروا فيما بينهم كاين علامة ترقيم نلاحظوا المطة في بداية كل جملة فعل مثال عندنا فعل مثال وقفة هنا وقفنا نقدر من استخرجه فعل أجوف وضيف لها هنا وتشوف التغيير الذي حضفه الذي عفوا تغيير وهو حذف حرف العلال اللي يكون في الفعل أجوف فعل أجوف هو معتل الوسط اللي قريته هذا الفصل استخرج من النص اسم الممدودة خيروني اسم ممدودة يكون في حرف مت وهمزة في الآخر أنا قريناه في الدورس وتشوف أسكو الهمزة هذه أصلية أم زائدة غرضها التأنيف إذن المحسن البديعي عندنا الحق والباطل كي ينمحسنة بديعية أنواع كما الطباق الجيناس المقابلة هادوما محسنة السجع هادوما محسنة بديعية قريتوهم عندنا الحق والباطل هنا عندنا طباق نوعه طباق الإيجاب لأنه ما فيه سلم ما فيه لا أو لم أو غير ذلك إن الحق أنطقها هي صورة بيانية بمعنى استعارة مكنية لاحظوا معي لاشي عرفناها بأنها استعارة مكنية من الذي ينطق الإنسان بماذا ينطق بلسانه إذن النطق يكون باللسان بمعنى أنه الحق لا ينطق إذن شبه الحق بالإنسان الذي عنده لسان وينطق إذن حذف المشبه به اللي هو اللسان ورمز إليه بأحد رموزه وهي النطق إذن هنا استعارة مكنية حذف المشبه به وأصرح ب المشبه حيث شبه نطق اللسان بالكلام لنطق المرأة ب الحق إذن ننتقل الآن إلى الإعراب الكلمة الأولى يدافع يدافع في المضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لحظوا معايا لأن الفعل مضارع دائما مرفوع متى ينصب إذا دخلت عليه أدت نصب دخلت عليه كي إذن يعرف فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عفوا لحظوا معايا الفاعل يجب إعرابه مع الفعل إن لم يكن بعده عندما يعطونا مثلا يدافع وقل لك أعربها إذن نعرب معها الفاعل نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو إذن هل هو حرف حرف من حروف الاستفهام كيف يعرب حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب لاحظوا معايا هذا هو الإعراب ننتقل الآن إلى التمرين الذي بعده بعد الإعراب عندنا نحضر بعد الإعراب إذن بعد ننتقل دعوكم نطلعوا بعد الإعراب عندنا كما تلاحظون الوضعية الإدماجية هنا نعطيكم الوضعية الإدماجية المعارير لقيم عليها هذه الوضعية عندنا أولا ملاءمة ما معنى الملاءمة يعني توظيف النمط التوجيهي يعني وش طلبوا منكم هو النمط اللي توظفوه توظيف النمط التوجيهي توظيف الاسم الممدود طلبوا منكم اسم ممدود ديروا اسم أو اثنان من الأسماء الممدودة توظيف الفعل المضارع المنصوب توظيف الجنس الجنس هو من المحسنات البديعية هما كلمتين متطابقتين في الحروف لكن المعنى يختلف قد يختلف حرف او اثنان لكن على اغلب يكونوا متطابقتين جنس نفس او تام سلامة اللغة يعني احترام قواعد النحو الصرف والاملاء في اللغة الانسيجام تسلل الافكار وسلامتها الموضوع الابدع واتقان يعني جودة الخط ونظافة الورقة لها نقطة احنا نكون وصلنا الى نهاية حل هذا الموضوع اذا شكرا على المتابعة لا تنسوا دعم القناة والسلام عليكم ورحمة الله